السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف صلاح البطني قبل ما بدأوا فيديو طنطان هاليوم ما تنسوش تصلي وتسلموا على رسول الله لأفضل الصلوات دائما مستمرين مع سلسلة الوصفة الرمضانية وكما دائما عودتكم كل يوم نشارك معكم وصفة مالحة ووصفة حلوة بالنسبة لإقتراحة عنا لنا هاليوم إن شاء الله رح يكون فطيرة بحجم عائلي بعجينة خفيفة قطنية وبحشوة بزف بننا ومفرمجة ومعمرة بالبنة وحبيت نقولكم بالنسبة لحلوية العيد بقى ليوم إن شاء الله ورح نبدأ معكم أول وصفة بالنسبة لإقتراح ديسر تعنا لصهرة اليوم رح تكون تحلية بذوق البرتقال تحلية منعيشة سهلة سريعة ما فيهاش مكونات كثيرة وأي واحد فيكم يقدر يحذرها ومتأكد رح تدعو لي أنهم وصفة سهلة وتقدروا كامل تحذرهم وما فيهمش مكونات كثيرة نمرو ذكرة لتحذر الوصفة الأولى تعنات على الفاطيرة بالنسبة للعاجين نحتاجه ثلث كيسان كبار تفارين ملعقة كبيرة تع السكر ملعقة كبيرة ممسوحة أخمرة الخبز ملعقة كبيرة نتاح اللي بغبراء ملعقة صغيرة انتع ملح وخمس ملعقة كبار انتع زيت نباتي نخلطو هذ المكونات كامل جيدا مع بعض ومبعد نبدأ ونضيفوه في الماء عفون بالتدريج ما تنسوش ملعقة صغيرة انتع الملح كما قلتكم نضيفو الماء بالتدريج اللي يكون دافي حتى نتحصلوه العجينة اللي تكون نوعا ما تتلاصق في اليدين مبعد نحطوها في بلوند ترافاي ورح ندلكوها لمدة خمس دقائق حتى نشوفو العجين تعكم ولا ليس ولا ما يلسق الخمش في يديكم نعودو نرجوعها في الرسيبيون ونغطيوها بالبابي فيلم ورح نخليوها في مكان اللي يكون دافي ونخليوها يضع في الحجم تحها لمدة نسب ساعة بالنسبة اللي هنا لصوص طومات اول حاجة في كاسور ندروا شوية تعزيت ثلث سنة نتع الثوم رابين وعندي ثلث حباز انتع طماطم تقدروا ترابيهم لدرهم تقطعهم يعني مربعات صغيرة بالنسبة لتوابل درت ملح في الفلكحل عندي كركم وزنجبيل واللي هنا جبت لطومات كونسنتري انتع عمور رح ندروا ملعقة كبيرة معروف انه طماطم عمور دوب الكنسنتري ما فيهاش موض حافظة عفوا وبزيف بنينة وتعطيكم اللون الشباب للشربة تعكم ولا الوصفة تعكم عندي ايضا هريس تعمر ثاني بزيف بنينة وعندي نصف كاس انتع الماء ورح نخلطهم كام مع بعض نضيفهم نصف ملعقة كبيرة انتع السكر باش نحيو هذيك الحموضة الزايدة ونخليهم يطيبوا ومن جهة اخرى نروحو نجيبو مقلة ندروا فيها شوية زيت نحكم تتحبات انتع الباطاطا رح نقطع حمارة صغيرة ندرهم شوية ملح وراح نقليهم في الزيت ومن جهة اخرى نجيبو مقلة واحدة اخرى ندروا فيها شوية زيت عندي حبة عبصر قطحة مربعة صغيرة ونصف صدر دجاج اللي يكون قطعتهم مربعة صغيرة بنسبة للتوابل درت له ملح فلفل الكحل وعندي شوية عزنجبيل وشوية عزنجبيل وشوية عزنجبيل الدجاج بعد ما طابتنا هذه الصوص كنت لكم او ميكسيتها نروحو العجين تعنا بعد ما ضعف الحجم تعوه ندي غازيه وراح نقسمو الى قسمين يكونوا متساويين نخليهم يرتاحوا حوالي عشرة دقائق وبالاستعانة في الفارينة ننغبرو هذاك البلوندوترافاي تعنا نحطو القسم الاول من العجين وراح نفتحو بالقنط على قسط البلاتو وتقديروهم على حجم مربع ولا حجم مستطيل ولا حجم دائري وش عندكم بلاتو بعد ما نفتح العجين على قسط البلاتو راح نجيبو البلاتو تعنا تقديرو دهنوه بالزيت ولا بالزبدة سينو اللي عندو ورقة طهي يدير ورقة طهي كما يدر تعنا يا ونحطو هذاك القسم الاول من العجين ونحاولو نثقبوه بالفرشيطة ونديرو كمية ملاصوسه ما تلي وجدناها مع بعض انا ندرت كمية كبيرة تقديرو تحتفظوا بها في المجمد في علبة ومبعد ما ايطالينا هذيك الاشطومات نجيبو هذيك الحبات انتع البطاطا اللي قلناهم حتى هم نوزحهم بالتساوي على هذيك الفاطرة وبالنسبة الجاج اللي طيبته ايضا مع البصل والتوابل حتى هو زدته على هذيك البطاطا وراح نوزحهم بالتساوي على كامل الفاطرة واخر اذا فاضفت شوية فرماج جوب طاري وشوية انتع فرماج رابي بس جينا لاصوس تعنا انفرمجا ونروحو ذوكا او عفوا للحشو تعنا يجينا انفرمج ونروحو ذوكا القسم الثاني من العجين نفتحه بنفس طريقة على قيس هذيك البطاطا كامل باش نغطيو به هذيك الفاطرة يعني هذا الفاطرة تقدر تقولو عليها فاطرة ولا تقدر تقولو عليها سوفلي ولا بيتزا كوفر كما تحبو ومن بعد الهنا رح نغطيو هذيك البيتزا تاعنا ولهذيك الفاطيرة على الوجه حاولو نحطو العجين تاعنا مليح ونضغطو عليها على الجوانب بهذا الشكل ونزيدو نقرسو هذيك الفاطيرة باش نديروها على قيس هذك البلاطو نحكمو حبة تعبيض تكون صغيرة كاملة بايض والصفار نخلطهم مليح بدون اي اضافة ورح ندهنو الوجه نتاع الفاطيرة ونشكلوهم على شكل خطوط كما كنا نشكلو بكري خبز الدار نزيدو نديرو لها السينوج والاجلجانية على الوجه ومباشرة رح نفوتو هالفرن على 180 درجة نشعلو لها ملتحت ومبعد كنشو حمارت على الجوانب نشعلو لها بالفوق تاخذ لون محمر وهذه هي النتيجة بعد ما ديم وليتها وقلبتها اللي انا رأيت قسمت لي لانه كبيرة ما شاء الله نخلوها تبرد ورح نقطعها صراحة جات خفيفة قطنية وجات بزاف بنينة وشي اللي حجبني فيها انه الحشو لداخل ما جاش ناشف يعني جاء مفرمج وجاء مشمخ بزاف بنينة هذ الفطيرة نتمنى انكم تجربوها ولكن طبيعة الحال ما تقدروش ديروها وحدها لازم ترافقوها مع حساء ولا مع شربة باش تقدروا تفوتوها لانه في رمضار ما تقدروش ديرو حاجة ليتكون بهذا الشكل سينو البنة مخلتش وجات ايضا خفيفة قطنية وتحسوا انكم حضرتوا خبز الدار محشي ببطاطا وجاج جات بزاف بزاف بنينة نتمنى انكم تجربوها وشوفوا الفرمج ايضا كيفاش يجمع للك وهذه هي النتيجة طعا الوصفة الاولى تعنا لنهار اليوم نمرو ذكرة حضير التحلية او الديسر للصهرة تعنا لنهار اليوم عندي زج ملعقة كبارة على السكر في كسرانة حطهم وزيد زج ملعقة كبارة على انشا عندي قشور حبة برتوقال وعندي نصف ليتر انتع الحليب رح نخلطوا هذ المكونات كامل مع بعض برد في برد مباشرة رح نحطوا الكسرانة على النار مع التحريك المستمر حتى نشوفوا الخالط تعنا بدا يثقل شوفوا اللي هنا الخالط تعنا بدا يثقل وانا راني ما حبسش الخلط باش تنجح معكم وما تحرق لكمش وما تلصق لكمش في القاعدة انتع الكسرانة بعد ما طبطي هذك الكريمة رح نجيبو نصف العقع كبيرة على مارغارين نضيفها لهذاك الخالط ورح نخلطها حتى نذوبها رح نجيبو لي فيرين تعنا اي فيرين كان عندكم ام بلاستيك ولا زجاجي في الدار تقدروا تخدموا به عندي اللي هنا كمية من البيسكوي سواء بذوق الشوكولة ولا بذوق الفانيلا ويش كان عندكم هرمشتوا ولا يعني هرستوا بيد ديا فقط ودرتوا كطبقة اولى ومبعد الكريمة تعي بعد ما وجتها خليت هادفت شوية وجبت لي هنا بات فروي هذي من فرويور انا استعملت اليوم فواكه الاستوائية ايكزوتيك رح تعطيكم واحدة بيننا الطبقة الثانية من ارواح ما يكون بعد تعودوا تاكلوا في هذيك التحلية تحسوا بهذوك الابتي مورسو تاع الفرويور صرتوا هذيك الايكزوتيك من ارواح ما يكون شوفوا اللي هنا رح يعني نسكبوها في لي فيرين تعنا كطبقة ثانية وكم تشوفوا في الابتي مورسو انتاع البات فرويور من الفرويور ورح تلقوها رأي موجودة في الاسيو بيرات في اللي جرون سيرفاس تلقوها عندلي بعض دوزان حلويات تقدروا حتى تخدموا بها حلوية ان شاء الله رح نحضر معكم بها حلوة وهذه هي بالنسبة للطبقة الثانية تعنا بعد موجودنا نحطوها في الثلاجة نخليوها حوالي عشر دقائق تحكموا روحها ورح نوجدوا طبقة الاخيرة عندي في كاسواندر وكاسو نص انتاع عسير البرتقال طازج نجيبو حبة تاع برتقال ورح نعصرهم درت ملعقة تاع السكر وملعقة كبيرة ايضا انتاع الانشا ورح نخلطهم برد في برد نحطهم على النار لدرجة الغلايان ورح نضيف لهم ايضا زوج ملعقة كبار انتاع بات فروي من فروي يور هذه تاع الليمون باش تعطيكم هذي كل حموضة لتحديتكم لانه البرتقال بحدهم مش رح يطيكم حموضة وما كنش رح تلقوه حاليا البرتقال اللي يكون حامض لازم تديروا له زوج ملعقة كبار انتاع فروي يور تبرد بطبيعة الحال ونقدموها في الصهارات الرمضانية جيموا نعيشها وبالزاف منينات تحسوا انكم تاكلوا في الفلان مع البرتقال من اروع ما يكون وبالنسبة بالتزيين لكم الاختيار انا دلت لي طرنش تاع البرتقال مع وريقات انتاع النعنع وهذا هي نتيجة التي حصلت عليها تحلية سهلة سريعة غير مكلفة مفيش مكونات كثيرة مبقى لنقول لكم شاهدكم بالصحة اشتركوا في القناة مع الأصدقاء والأحباب صحف طركم والسلام عليكم